اشتركوا في القناة وخصوصا خلال يام شهر رمضان المبارك وان هذه الخطة تعكس حرص الحكومة في تحقيق الخير والنماء للوطن وتطلعات ابنائه الكرام واشار رئيس مجلس الاوقاف السنية الى ان المجلس يبدو القصارى جهده في تحقيق هذه التوجيهات من خلال فرق عمل متخصصة من جانبه ثمن رئيس مجلس الاوقاف الجعفرية السيد يوسف بن صالح الصالح امر سموه وما تضمنه من توجيهم بتوفير الميزانية اللازمة لخطة اعادة اعمار بيوت الله لافتني لان الامر يمثل فرصة طيبة لمتابعة احتياجات المساجد واكد الصالح ان امر سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء يمثل سنة حميدة وبشارة خير اعتاد عليها شعب البحرين في هذا الشهر الكريم وهي في اطار الرعاية المستدامة التي توليها القيادة لدور العبادة اشتركوا في القناة